الملك حمد بن عيسى الخليفة مشيدا بالإنجازات التنموية الملحوظة والاستقرار الدائم الذي يعيشه الأردن الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ووحدته ووفاء الشعب الأردني الشجاع الذي التفى بكل ولاء وإخلاص حول ملكه وبحث العاهلة أنسب لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة ووجه جلالة الملك المعظم الشكر والتقدير إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني على حسن الوفاد وكرم الضيافة مشيدا بالدول الفاعل للأردن في قيادتها للسلام ومساندة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأشاد جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية بجهود مملكة البحرين في تنظيم القمة العربية المقبلة وأعرب العاهلان عن ثقتهما في نجاح القمة وأكد على أهمية عقاد القمم العربية بشكل منتظم وبحث الطرفان الوضع السياسي والأمني في الشرق الأوسط مؤكدين الحاجة الملحة إلى قيام المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وشدد على أهمية حماية المدنيين وضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية ومنع المزيد من تصعيد الأزمة معربين عن الرفض لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأكد الجانبان مجددا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأماكن الدينية كما أدان الطرفان بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي ودعوا إلى تنسيق الجهود العربية والدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وأكد جلالة الملك المعظم أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأشاد جلالة الملك المعظم بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يبدلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالإضافة إلى البرامج الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق كما أشاد جلالته بالجهود التعاونية بين الأردن والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين والسوريين وشدد الجانبان على أهمية خفض التوترات في الشرق الأوسط مع تجنب التصعيد العسكري أيضا وشدد على ضرورة التعاون العربي والدولي في إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله وأكد العاهلان التزامهما بالتنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح بلديهما وشعبيهما الشقيقين وتعزيز التضامن الأخوي ودعم العمل العربي المشترك في مواجهة التدخلات الأجنبية والتهديدات الأمنية كما أكد على أهمية الشراكات العربية والدولية الفعالة في تعزيز الأمن والسلام والتعايش والتعاون الإقليمي لدعم أهداف التنمية المستدامة وضمان الرخاء للجميع ترجمة نانسي قنقر